ما حكم الصلاة في الملابس الضيقة طبعاً لبس الملابس الضيقة والشفافة التي تبين المفاتل المرأة لا تجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أره ما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلماً وعدواناً ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فسر العلماء بالله يلبسن الملابس القصيرة التي لا تستر أمام الرجال الأجانب وفسر بأنه بأن التي لا تستر العورة فلا يجوز المرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ولا يجوز لها إبداء عورتها إلا عند الزوج فإنه ليس بين الزوجين عورة لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وكذلك الضيق فإنه لا يجوز عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقاً يبين مفاتن المرأة وتقاطيع العورة طيب باقي طبعاً الصلاة في الملابس الضيقة الصلاة في الملابس الضيقة